أحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صل عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله سائل من فرنسا تقول سلفت لزوجي مالا ووعدني أن يرده لضعفيني ولكنه لم يفعل فهل يجوز لي أن أسترجع مالي دون علمه انصحني يا شيخ علما أني أحتاجها من أجل العلاج والسلام عليكم أولا يا أختي سلميني على الجالية الجزائرية في فرنسا رأي بلغني أخبار تفرح الجالية الجزائرية في فرنسا يبنون المساجد يتعلمون اللغة العربية يتفقهون في دينهم يحفظون القرآن ويعطيه صورة حسنة ومن نعم الله ما راحوش انخاتوا في الإرهاب الحمد لله الجالية الجزائرية خرجت نظيفة خرجت عاقلة وبلغني أنهم يستمعون لهذه الدروس وإلى نصائحي وأنا أنصحكم ولا زلت أنصحكم إياكم والاستفزازات فإن الصحافة الفرنسية تستلذ باستفزاز الجالية الجزائرية اعتصموا بالسلم اعتصموا بالأمان أخدم خدمتك أعطي صورة حسنة للإسلام كن صاحب أخلاق ارتبط بالمسجد حافظ على زوجتك وأولادك وحافظ على القوانين حافظ على القوانين ما استطعت هكذا تكون مواطن صالح ومسلم صالح وهكذا ينجح الإسلام إن شاء الله ما تبعوش الصحافة التي تستفزكم وتسب نبينا عليه الصلاة والسلام هذه حرية على الطريقة الفرنسية ما أنزل الله بها من سلطان الأخت السائلة أولا يجوز لك تسلفي لراجلك ولكن ما يجوزلوش يردلك ضعفين هذا هو الربا أنا نمتل لا باش تفهمي سلفت له ميتين أورو ميتين أورو يردلك ميتين أورو إذا يردها لك 400 أورو فهذا هو الربا المحرم هاي فهمتها النقطة الأولى هاي نروحوا النقطة التانية النقطة التانية الواجب على زوجك ما دام سلف عليك يردلك درهمك أني نقصد يردلك درهمك اللولين ميتين أورو ما شيردهم لك ضعفين كاش هذه الربا هو قرض جرى فائدة الواجب أن يرد لك مالك ولا يجوز له أن يعني يخرج الطريق وما يردلك درهمك هنرى أكل أموال بالباطل لأن نفقتك واجب عليه ثالثا الواجب على زوجك هو يعالجك أنت تقول لي لي مسحقة درهمي باش نعالج ويا الواجب شرعا راجلك هو يعالجك هو يداويك ولو عندك الملايين الممليانة المرأة لا يجب عليها أن تنفقها على نفسها ولو عندها الملايين الواجب على راجلها ينفق عليها يكسيها يداويها يوكل ويشرب ويخلص الكرة على الدار الواجب على الرجل أن ينفق ولذلك كتب هذه القاعدة نفقة الرجل على أهله واجبة نفقة المرأة على أهلها حق حق فقط حبة مرأة فاتح الله عليها بالمال حبة تعاون راجلها تشريط اللاجة تخلص الكهرباء تخلص الكرة تخلص الماء حق يجوز لها بإرادتها إن شاءت وإذا ما حبتش الواجب على الزوج هو أن ينفق على زوجته فنفقة الرجل على زوجته واجبة ونفقة المرأة حق من حقوقها فقط شفتوا الإسلام كيف فششكم شفتوا الإسلام كيف أعطاكم أتصور بل المرأة ولو عندها الملايين الممليانة راجلها واجب ينفق عليها واجب هو ينفق عليها الإسلام ما جعش المرأة يجب أن تنفق أبدا إذا طفلة صغيرة ينفق عليها بابها إذا زوجة ينفق عليها راجلها فهمت كيف إذا أرملة ما عندهش بدخول وعندها أوليدها ينفق عليها أوليدها إذا كان خدام إذا ما كاش تنفق عليها الدولة الدولة التي تنفق عليها ولذلك الواجب على الدولة الجزائرية أن تجعل أجر للأرامل الأرملة أين الأجرة على الأرملة كي لا تضيع كي لا تضيع في مجتمع يستليذ الضياب ما للأخت الكريمة ويجب على راشلك يرد لك ذرهم ولكن ما يردهم لك شباب ربا فهمت والله علمنا والله فقهنا